هو بيعرف يوس دي النصائح الناس بتصق في رأيه لان عقله ما شاء الله هو كمان زي الجديد الحتة دي بياخدوا بالهم من حاجات الناس الطبيعية بتاخدش بالهم خلينا نكون fair ده دي ده نوع من انواع الزكاء النادر الصراحة اسكية فعلا ودايما الداله لازم يكون هو السلطة السلطة بتنبع من عنده هو القائد دي حاجة مش سهلة يا دلو لازم تستعملها كويس ما توسقش استعمالها بمعنى اصحة خلينا نلخص القرية بسرعة في معافاة يا دلو زي ما قلت الناس اللي كان عندهم سحر او حسد او حالة نفسية سيئة او اي حاجة من تعب عضوي ان شاء الله بيتيبوا وبيخفوا وبيجوق احسن ان شاء الله في فلوس جاي لك من شخص كبير في هنا حيرة من حاجة وانت مركز في حاجة ومش واخد بالك من حاجة مهم لك تحصل ورقك خلي بالك في علو وشأن وحالة يعني تحفيز والناس مبسوطة بيك وفخورة بيك كده اصبر الصبر مصباح الفرق اصبر على المنافسة اللي انت فيها دي عندك منافسة شديدة يعني وانت واضح ان انت متوتر حاول تستعيد التوازن بتاعك وتستعمل زكائك المعتاد يا دلو ما حدش قدر يكون قدامه الصعب الدلو من ازكى الابراغ من ازكى الابراغ فعلا استعمله بدل التوتر حط لانا كان ده فهمين قصدي داخل على حاجة جديدة يا دلو حاجة انت مكتش متعود عليها وطريقها طويل انت قادر بالحاجة دي نخلي بالنا الورنين هزا البورس شخص قريب منك وبيتغز عليك اوكي وبيصح مسحش كويس او على الاقل مش بيتمنى لك الخير اا نخلي بالنا وزي ما قلنا اعداءنا يكونوا اقرب من صحابنا لازم تحط تحت عينك كده وتبقى فاهم وعارف ان هو مش بيتمنى لك الخير ومع ذلك موجود ايه الجمال ده برضو 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 طلع له الامبراطور فيش فايدة فيش فايدة الثالث عزة نفس يعني هو شايف نفسه شوية فيه سن الضروف بس هو شخص يعتمد عليه وعنده كبرياء طبعا وعزة نفسه زي ما احنا عارفين ما ينفعش تدوس على طرف الدم ما ينفعش بس عنده ايه بقى؟ الصحة هي تحسن الصحة قويسة فيه حالة مرحة حالة امان حاسس بامام زي ما احنا شايفين كرت الشمس من اقوى الكروض طاقته قوية جدا طاقت الشمس يعني طلع له عنده طاقة حلوة جدا عنده حاسس بامام متحوط بصور بيصرف بعطوية وفيه لعب وفيه في حالة انبساط الحمد لله وحالة نجاح طبعا ده بيدل على الصحة وعلى النجاح تمام؟ الناس بقى اللي عايزة ارتباط نندل اهو احتفال اجازة اخد اجازة اللي محتاج اجازة او ممكن يكون ده زواج احتفال بزواجها يعني في ناس حيتم زواجها ان شاء الله او الناس اللي تم زواجها وحسن هي محتاجة اجازة روحوا اجازة ده الوقت مناسب جدا انت اتخدوا break اتخدوا اجازة قبل يعني بتبتدوا الشغل بديد بترجعوا للشغل الجديد يعني صبر بردو ادالوا هنا شكل المرحلتين صبرين على حاجة في حاجة عاملالهم عب وصبرين عليها ومستنيين هم مستنيين حاجة يمكن تكون تطور المادي ولو ده اللي انتم مستمينون ان شاء الله هيحصل في تطور المادي The king of pentacles think of pentacles تطور كويس جدا في الحالة المادية وحالة اكتفاء وكمان هتكتدي بيوسف انك شخص سخي وكريم كمان هتدي حاجات لناس محتاجة يعني برافو عليك يا دالو حالة كويسة جدا جدا برضو تدالو عنده قرارين يحتاج ياخد قرارين بقرارين دول شبه بعض اجابة الترفل ده تبشو ورق احساسة كده امشو ورق احساسة الاحساسة هيقولك عليه وبردو عرفيك هتدالو عنده الموضوع ده احساسه دايما بيكون صح بعد ما هتاخد القرار ده انت هتفقر في مرحلة رديدة وهتكون يعني متطلع لها جدا 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 هتسمع خبر حلو في خبر حلو جايلك يا دالو انت كنت مستني مستني بفرغ الصبر ان شاء الله هتسمع الخبر الحلو ده الموضوع ده العلاقة بجواز انا مش عارفة او عودة حبيب ابي او عودة صديق او عودة حد انت قريب منك جدا هيرجع يتواصل معك تاني وهيقدم لك شيء ده اللي انت كنت تصبر عليه بردو الامبراطور الحاكم انت اللي بتقمر تطاع تحب يسمع تلمات في كل حاجة وكمان انت اللي عليك عبق المسئولية انت المسئول الاول والاخير سواء بقى حطوا الموضوع ده في اي حتة اخ كبير في وصف اخواته زوجه وبيته يعني جد كبير هو ده المسيطر وهو ده اللي بتسمع كلام وهو كسب المكانة دي من خلال مسئولية اللي هو شلح حاجة حلو جدا يا دالو احتفلات جوازات شمس طلع الصحة حلوة الحمد لله صبر على الشيء وهيجيلك حاجات حلوة قوي خبر حل بداية جديدة حلوة بدا انت متطلع لها قوي عودة حبيب قديم او صاحب قديم او قريب قديم يودك ويبذلك شيء حيرة من موضوع النابس الحيرة دي مشيور احساسك فيها يا دالو ان شاء الله احساسك حيديلك على الاجابة صحيحة ايه دي المجموعة الثانية دي برج الدالو القراءة العامة هنشوف دلوقتي دقيقة كده برضو ونشوف الحضر عطفية اخبارها ايه القوف لسه لسه مقناشه القوف افتكي اه لسه بتي اعرف شيء واحد هو امتة دولي على كومنت حبيبتي بجاوب على كومنت بعد ما بخلص القراءة وما ينفعش ازاي حقرى حاجة وارجع بص على كومنت بالعقل يعني خلص القراءة وربعتيلي دلوقتي وقرالك امان وفرح مفيك يا رمضة خالص حضرتك ليه كده يا برينسس بس ان شاء الله ربنا يبعثتك حاجات كويسة اتفقلي بس كده اتفقلي وعليكم السلام يا نيرا اهلا اه اخيرا يا انسة اه ايه اوكي 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 مصحة يعني اوكي ماشي الحوت موجود امان في الصفحة حبيبتي والجازي حنقل قاعد جدا يا ملالة ايه بالضبط كده يا عشام هو ده احمد ذاكي بابو عليك مرسي جدا لزوءك ام اه اوكي اوكي dude ان شاء الله حتقول قريب قوي 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 ولا تسعلي خالص اه لا لا مش بعرف اين هيحصل الحاجة احنا بنلعب هنا احنا بنلعب مين قالك ان انا عرف حاجة انا عارف حاجة حالس طب بص انا كنت سايباك تقول كل اللي انت عايزه وتنطقت زي ما انت عايزه ان انا تقول عليك كفرة خد انت بقى الزنب ده وتفضل تطير من هنا مش من حقك تقول عليك كفرة خالص انت دخلت جواي عشان تعرف انا مين ممكن اكون احسن منك مية مرة عند ربنا باي يلا نشوف الحالة العطفية للمنوع الثاني نسير الناس قوي منتظر حبيبي يا رب يرجعلك يا نور يا رب اسمطوم ثلاثة علشان يعني تكون اقرب يعني يكون عندنا معلومات اكتر انما لو قلت البورد كل عباده في قراية واحدة مش حيبقى فيه تفاصيل كتير اقربين فرحتين ان شاء الله يا كاتوشة بإذن اللحظة ممكن اعرف ونشارك ايه ونزور طماغين طب نانو انا معلش سوري اولاد ده موضوع مشان الموقوع خالص مش عاري الدرجة انا مش عارفة يا حدي ترسل انا عارفة الاسم اسمه سوندري يعني هتروحي للكوافور بتاعك وتقولي لي عايزة اعمل سوندري بس صغير من بنيات يعني احنا بنيات بشكرك يا عينات بشكرك قوي انا كده يجب حاجات صحية كتير انا بورجيت اوكي مرسية دي يديرة على المانشن مع الكلام الحلو ده طيب اتأخرنا على القرية نبتدي دي القراءة العاطفية للمجموعة التانية بورجيت ده احنا يا تارا اختارت القراءة الخاصة بتاعت النهاردة هيا اللا اللا ليه كدر آآ دي المجموعة التانية اصلوا بنا على النبي وزي ما قلتلكم بخدو الكلام ده ورمو في البحر ما تسمعوش منو هذا خالص ان شاء الله ايه اللي ظهر هنا ده بقى ده الدلو في حرب قد حنوها في حرب بس بيكابر بحرب مع شريك ومش حرب بره او بحرب مع شريك وعايز يبين انا ولا يفرق معي بس هو منجوه مش كويس يعني هو لو اظهر لك ده بقى مش كويس هو منجوه تعبر نفسه في ايه؟ ده هي فيا سر ده ينفدح في حاجه شريكه نخبلها عليه نفسه يعرفها نفسه السر ده ينفدح او نفسه العلاقة يكون فيها شوية قدسية يكون فيها سقة اكتر او فاهمين قصدي فيه مش كليس عند الدلو هنا. مجموعة تانية. شايف شريكو ازاي? عشرة. عشرة طويلة جدا. حب اه عارفين الوش المألوف ده بتاعه اللي هو عارفه اللي بيتطمن له. اه شايفك كده? وشخص عبطاء يعني بتديله كتير. الدلو اخذ يعني بياخد منك كتير. انت بتديله حالات كتير بيتك. الطفنة بيتكم فيها انهيار لشيء. كان موجود حياتكم وبينهار. الانهيار ده انا اعتقد ان هو اه يمكن حاجات مستخبية كنتم خبينها على بعض. اه بانهيار البرج ده الصورة هتتضح. بس لما الصورة هتتضح هي مش هتتضح وخلاص لا هتتضح وهيحصل معها تدعيات كتير. بس في انهيار للشيء كان اه حاجة بالرؤية. الدلو مكانش شايف او شريك الدلو مكانش شايف حاجة معينة. وهيبتدي بقى ايه يشوفها وتظهر والحقيقة تباني. شريك الدلو نفسه في طاقة اكتر طاقة انتصار وقوة مش قابل بالهزيمة. عايز برضو يبان زي الدلو بالزبط. انا ولا يفرق معين. بس شريك الدلو شايفه متبهد الاكتر. عايز ايه عايز خانق. اسخانق جامد جوه غضب جوه غل كتير 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 قوي اللي غل ده. بس شايفه ازاي شايفه شخص كريم يعني بغض النظر عن كل اللي بيحصل ده فهو يشايف ان هو الشخص كريم. وشخص عنده عطاء برضو. يعني ما شاء الله انتو الاثنين عندوكو عطاء شديد جديد. الشهر ده انتو قاعدين بقى في حالكو تماما فيش اياه حاجة وفيه عقرب طرع لكو من ورا عمال يلدع. مشاكل بقى بيحطوكو في مشاكل في مشاكل جامدة جدا ظهرت من بسبب هذا العقرب. الشخص القريب. فيه ظلم وقع على حد اما الدلو او شريكو. فيه ظلم وقع على حد فيهم. كل واحد برغم العشرة بقى شايفين بقى العطاء والعشرة والمشاعر وكل الحاجات دي فيه بعد. مش انتصال لكن بعد. والبعد ده دايما احسن. ده احسن احسن حالة تعمل فرضا للدو في ده. طيب. مين مظلوم؟ مين تعبان؟ الله اعلم. شكرا